السلام عليكم كل سنة وانتم طيبين يا احلى متابعين في الدنيا. النهار ده هنعمل توزيعات عيد الاطحى المبارك بطريقة سهلة جدا وبسيطة. كل اللي هنحتاجه غير مخفف بماء او الجلو اللي هو بيلزق في المكتبات العادي دوت. ممكن استخدمه الاتنين هيتلعوا بنفس النتيجة. اول حاجة هعملها هي ان انا طبعت صور الخلفين دي من البرنامج بتاع البنترست. وبدأت كده ان انا اجيب الكارتون اللي هو لتي اخي سنة بسيطة. علشان خاطر اعمل الفكرة بتاعتي بي. انا عايزي الكارتون دي يكون مرم معي. ينفع ان انا اتنيه. فده هيعمل معي نفس النتيجة. انا بعمل ورنيش مائي فوق الطبقة اللي هي موجودة بتاعة الورقة. علشان بتكون تديلة معي معي. مش حابين الفكرة دي وعايزين تعملوها بالجلو برضو هتطلع بنفس النتيجة وهتبقى اسهل كمان. لو انتم مش حابين تعملوها بالغيرة الابيض والورنيش. انا كده عملت اول فكرة معي. ببدأ ان انا ادهن بقى الجزء التاني ده كده معي عشان اعمل شكل مختلف. الشكل مختلف ان الاولان هي عليه خلفان. التاني دوت كلمة عيد سعيد بس. احنا هم حاول ان احنا ننوع التوزيعات على حسب ما انتم عايزين. بس هو الافضل ان انتم تعملوا لشكل بتاع الخلفان بيبقى اطلع شكله اشيك بكتير جدا. انا كده بقى بصهم بفراغها على قد المقس اللي انا عايزه بالزبط على قد الورق اللي انا طبيعها. الورق دي يا دوبك بتبقى على قد المقس بتاع الفلوس اللي انتم حابين تحطوا الفلوس فيه. فانا كده خلاص هقص الجزء التاني دوت معي. انا شيل اي زيادة بقى معي ملهاش لازمة. والجزء اللي هو الخارجي ده كده برضو بفضي معي يعني بزبطها معي على الشكل اللي انا عايزه بالزبط. الخلفان دي اللي هي بتوبقى لونها بين كتير طبعا بتاعة البنات. واللي لون هازرق بتاعة الصبيون. بصهم كده انا بزبطهم على قد الكلمة بالزبط كل عام وانتم بخير. هابدأ كده ان انا شيل الزيادة معي. الجزء بقى اللي انا شيلته ده هابدأ ان انا ألزأه من جوه علشان خطر اه حط فيه الفلوس. يعني الجزء اللي انا هشيله الزيادة دوت هابدأ ان انا ألزأه من جوه عشان اعلق فيه الفلوس. بصهم شكلهم وهادي الفلوس الجديدة كل سنة هم انتم طيبين. هابدأ كده ان انا ألفها. بابدأ ان انا في القطع اللي انا لزأتها من جوه هحط الفلوس فيها كده بكل سهولة. بصوا فكرة سهلة جدا وبسيطة كل سنة هم انتم طيبين. كمانا ان الفكرة حتى لو بسيطة تكون عجبتكم. ما تبقى خدوش باللايك والشير والسبسكرايب. ولو لسه اومر بتباني انزل حالا وفعل الجرس. شكرا جدا ليكم من المتابعة للنهاية ومع السلامة.